السلام عليكم نرحب بكم في جامعة ميد أوشن الجامعة الرائدة في برامج التعليم عن بعد حيث تقدم الجامعة برامج الفاكالوريوس والماجستير والدكتورة في أكثر من 26 تخصصا مختلف من بينها الإدارة والإعلام والقانون الرقمي والأمن السبراني وغيرها أسلاد الحضور أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة اليوم بعنوان توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء التسويقي يسرنا ويسعدنا أن يقدم لكم هذه الندوة الأستاذ محمد هشام أبو القنبز وهو مستشار التسويق الرقمي كذلك يسرنا ويسعدنا وجود عميد كلية الرياضة والابتكار بجامعة ميد أوشن دكتور شيرين كدواني كذلك وكيل كلية الإعلام والتسويق الرقمي دكتور شيرين فاروق أهلا وسهلا بكم جميعا في البداية بشكر أستاذ محمد على تعاونه معنا وتلبيته الدعوة أنه يكون موجود معنا نحن بطبيعة الحال في كلية الإعلام والتسويق نكون حالسين في أيام الأجزاء أن ننظم للطلاب ندوات ويرش عمل مفتبطة بأصحاب الخبرات بحيث أن هما يقدروا ويعرفوا أكتر عن حاجات جديدة بجانب اللي مذكور في مقرراتهم التعليمية طبعا أستاذ محمد هشام من أشهر الشخصيات في مجال التسويق وليه إسهامات متعددة إن شاء الله الجلسة تكون إفسارية بإذن الله ونطلب منه أنه يتسع صدره في النهاية اللي هي أسئلة التضلاب أي حد عنده استفسارات يقدر يهتمها في الشات أو Q&A وبإذن الله يعني نطلع عليها في نهاية الجلسة وبإذن الله بتصلكم برضو شهادة حضور بتصلكم على الإمارات اللي أنتو سكلتوا بيها من خلال الرابط وبنطرق مرة تانية شكرا دكتورة شرين فاروق على التنسيق للنقر شكرا دكتورة شرين ومسائل خير على حضرتك مسائل خير على أستاذ محمد برحب بحضرتك والجميع الحضور من الزملاء إلى فاضل وطلبنا إلى أعزاء فصل الدراسة يسعيد يا رب إن شاء الله بشكر حضرتك جدا على تلبيتك للدعوة وحضور النادوة وبإذن الله نتمنى تكون محاضرة متميزة وتضيف لمعلوماتنا في المجال ده المهم ومشان نطيل أكتر من كده على حضرتك تقدر تتفن تمام تمام شكرا جميعا شكرا جامعة أوشن وشكرا للمتابعين اليوم بنتكلم معكم بشكل أساسي عن خلينا نحكي عن أحدث المواضيع اللي هي طرأت على العالم خلينا نحكي بسنوات من سنتين تقريبا لما ظهر الشات جي بيتي وتغيرت اللي هو بعض الوظائف انقرضت نوعا ما بعض المهارات اتطورت بعض الأشياء صارت سهلة جدا جدا فهنا اليوم يمكن نحكي بجزئية إنه إحنا كيف ممكن نستخدم اللي هو الزكاة الاصطناعي في تحسين الأداء التصويق بمعنى إنه إحنا اليوم عنا حملات عنا محتوى عنا أشياء كبيرة فكيف ممكن إحنا هاي نوظفها بشكل أكبر فخلينا نحكي الأشياء اللي إحنا هنركز عليها بمحاضرة اليوم إنه كيف ممكن إحنا نستخدم هاي الأدوات وخصوصا هنركز على الشات جي بيتي بشكل أساسي لأنه هو تقريبا بيعتبر من أشهر الأدوات اللي هي موجودة وبالإضافة هنتكلم عن إنه كيف إحنا ممكن نبني هوية وكيف ممكن إحنا نوظف اللي هو الزكاة الاصطناعي في تحسين المحتوى في تحسين كفاءة فريق المحتوى بالإضافة هنتكلم على كيف ممكن إحنا نستخدمه في تحسين وجودنا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بدنا نروح أكبر باتجاه الحملات الإعلانية وكيف ممكن إحنا نستخدمه بإلي هو تحسين الحملات على جوجل تحسين اللي هو البريد الإلكتروني النشرات أو خلينا نقول نيوزليتر بالإضافة لتحسين وتصويق محركات البحث آخر جزية نتكلم عنها لكيف ممكن نعمل خطة عمل أو خطة تصوير هاي العنوين الرئيسية اللي احنا هنشتل عليها هتكلم بشكل جلسات هتكلم تقريباً لمدة من 30 ل 40 دقيقة وبعدها هنفتح باب النقاش والحوار بشكل رئيسي خلينا نبدأ بالمرحلة الأولى نتكلم عن اللي هو الزكاة الاصطناعي أو بمعنى في جزئة بنحكي عنها اللي هي اللي هي الفكرة وين؟ إنه كيف ممكن إحنا فيه أداء أو ريبورد يقوم بأداء الأداء الوظيفة للإنسان بشكل أساسي وهذا الأداء الوظيفة للإنسان بساعده باتجاه إنه يجاوب عنه أو بمعنى ممكن يستفيد من بعض المعلومات القديمة اليوم إحنا بشكل رئيسي اعتمادنا خلينا نقول على جوجل في جمع البيانات أو في اللي هو الأشياء المختلفة يعني بمعنى اليوم إحنا ممكن إذا بدأ نبحث عن أي معلومة فإحنا بالعادة بنعتمد على جوجل فاليوم ظهر عندنا أدوات شوية مختلفة فبنتكلم عننا الأداء اللي ظهرت اللي هي من أشهرهم أشياء جبتي الفكرة وين؟ إنه أنا ممكن أسأل بعض الأسئلة اللي هو يساعدني في الإجابة عليها أو ممكن يساعدني في عملية السيرش أو المساعد اليوم بنلاقي بعض الناس صارت تلجأ اللي هي الأدوات الزكاة الاصطناعي بشكل رئيسي باتجاه أنه هي بتوفر عليها الجهد والوقت يعني بعض المساعدين اللي افترضين اليوم صاروا اللي هو الزكاة الاصطناعية اليوم أنت كنت تتوظف بعض الأشخاص اللي ممكن يقوم بالمهمة اللي أنت بدك تبحث عنها على سبيل المثال مهمة بحسية في كتابة محتوى مهين أو في خطة محتوى أو في أي جزء مهين فهنا الفكرة وين أنه طورت وظهرت عننا الأدوات اللي المختلفة اللي احنا ممكن نستخدمها باتجاهات يعني ممكن نستخدمها تحليل اللغة ونصوص يعني بمعنى ممكن أنا أجي أقول له والله عاد دلي أو عاد صياغة أو أكتب بشكل مختلف أيضا ممكن أستخدمها في موضوع الترجمات إنه ممكن نترجم من اللغة لأخرى بالإضافة أنا ممكن أستخدمها لعملية السيرش اللي هي خليني نقول بحث معين وممكن أستخدمها أيضا اللي هو تفسيرات عملية معقدة ممكن حدث معين أنا مش واضح عندي فممكن يساعدني في تفسيره أو تحليله بشكل كبير بالإضافة لكتابة القصة يعني بمعنى أنه أنا ممكن يكون في عندي أستخدم هذا الشهر جبتي أو أستخدم الأدوات اللي هي المختلفة بعملية اللي هو يبحث لي أو يكتب لي قصة معينة بسرد معين أو بطريقه معين أنا ممكن أعطيه بعض المعطيات أو بعض الأفكار أو بعض المعلومات اللي بتساعدني أو بمعنى بخروج لي بيها باتجاه أنه يطلع لي بتصور معين أو سيناريو معين أو كتابة بشكل معين فهنا لما منيجي نحكي إيش لما بتكلم عن أن تركيزنا أكبر شوي على الشهر جبتي لأنه أشهر نوعاً ما من الأدوات الموجودة المستخدمة بالذكالة الصناعية وطبعاً في أدوات بختلفة إلى علاقة في التصميم في أدوات العلاقة في البويس أوفر وهكذا أولي شيء اللي هي خلينا نقول الزكالة الصناعية أو الشهر جبتي بشكل أساس الخورثميات اللي هو بنسميها الألغوريتم بتساعدنا يعني بتساعدنا على تجاوب على بعض الأسئلة وبتساعدنا تبني محادثات معينة يعني ممكن أخلق محادثة معينة وأيضاً بتساعدني على اللي هو جمع معلومات بشكل كبير وهذا بشكل أساسي بعض الأخطاء أو بعض العيوب اللي ممكن تكون موجودة بهذه الأدوات خلينا نحكي ممكن تأدينا بعض الأسئلة أو بعض المعلومات اللي ما تكون دقيقة أو ما تكون صحيحة وهنا ممكن بلغ أو بمعنى بلغ ممكن تكون بعض الأخطاء الفنية اللي ممكن نقع فيها خاصة يعني إذا أنا رحت استخدمت النسخة المجانية فبلاقي النسخة المجانية تقريباً وقفة عند تاريخ معين بمعنى بقد تكون وقفة عند 2020 بعض المعلومات ما بعد ما بتظهرلي إلا إذا أنا رحت استخدمت اللي هي زيلة أربعة النسخة المدفوعة فهنا بتظهر عندي معلومات بشكل أكبر وشكل مفصل وشوفوا هنا الفكرة كيف عملية هذا الديوغرام أو هذا الرسم بتظهرلي كيف بيجيب البيانات يعني أنا مثلا بديه براميتر معين أو جملة معينة تمام هذه الجملة هو بروح باستدعي من الداتا تبعته بربطها في المحادثات السابقة إذا أنا كان في عندي محادثات سابقة أو معضياء سابقة وبدأ يطلع يطلع عندي أو بمعنى يديه شبهات فإذا كان في عندي وحدثات سابقة هو ببني الإجابات بناءً على المحادثات السابقة في نفس البراميتر الواحد يعني بمعنى إذا أنا سألته اكتب لقصة مشوقة أو إعلان ممول عن خلين نقول مشروب معين أو مأكلات أو كذا فهو بربطها بالداتا اللي هي القديمة وبناء عليها ببدا يدينا نتائج معينة ويدينا ثامب المعين وهنا بيكون في النسخة اللي هي المجنونية بتكون شوي بطيء مقارنة في النسخة المدفوعة وأيضا اللي هي النتائج اللي بديني إياها ما بتكون دقيقة مقارنة بالنسخة اللي هي 0.4 وهنا يعني خلين نقول في عنا ثلاث أشكال للشات جيبتي وخلين نقول أو للأدوات السكال الصناعي يعني خلين نقول براند اللي هو براد لجوجل بنج لمايكروسوفت وشات جيبتي بشكل أساسي كل واحدة فيهم عندهم منصة معينة وتقريبا الأشهر والأغلب اللي اللي احنا بنعرف أو بنشتر عليه وشات جيبتي يعني مثلا في منهم باعتمد خلين نقول مايكروسوفت باعتمد ممكن يعتمد ملفات البيداف وخلين نقول نبني عليها بشكل أساسي هنا خلين نقول في جزء منه اللغة العربية كمان مش قوية مقارنة الشات جيبتي وهكذا فهذه شوفوا هيكت بس انه بعض المنحظات السريعة والكذا الآن لو احنا قلنا والله بدنا نروح نستخدم الأدوات أو بمعنى نستخدم الشات جيبتي بشكل أساسي أو الزكالة الصناعة في تحسين أداء التصوير فايش الأشياء اللي احنا ممكن نستفيد منها أو بمعنى يش الأدوار اللي ممكن قدمنا إياها بشكل أساسي تحسين الدقة يعني ممكن تساعدنا استخدام أدوات الزكاة الصناعة باستهدار بشكل أكبر ممكن تساعدنا بزيادة كفاءة يعني تقلل الجهد والوقت اللي احنا ممكن نبذله اليوم أنا مثلا لو كنت أكتب محتوى بعيدا عن استخدام الزكاة الصناعة ممكن ياخد لني وقته وجهد بشكل أكبر وممكن تحسين تخصيصي أنا ممكن أن أقدر أحد الجمهور مستهدف أنا ممكن أحسن الحملات وممكن تحليل التنبؤية في هذا شوء متقدم إن أنا ممكن أستخدم أدوات الزكاة الصناعة في التنبؤات والتحليل وخلينا نقول في التحسينات بشكل أساسي أنا ممكن أستخدم اللي هي الأدوات اللي هو التحليل التحليلات التنبؤية بمعنى أبدتلي تخصيص أكبر للفئات اللي أنا بدي أستهدفها تمام وكمان ممكن تساعدني في تحسين الحملات وأيضا ممكن تساعدني في تقسيم الجمهور بالإضافة ممكن تساعدني بشكل أكبر على اللي هو تحسين الوقت للحملات يعني بمعنى إنه تكون إنه استهدافي للحملات والنتاج بشكل أكبر وهذا الإشي الرئيس وهنا خلينا نقول الزكاة الاصطناعة أو حملات الزكاة الاصطناعة بشكل رئيسي تعتمد على جزء الرئيس اللي هو الأوامر أو بمعنى بعض الجمل اللي أنا ممكن أستخدمها وهذه الجمل طبيعة الحال هي اللي بتساعدني في الحقيقة النتائج بشكل أكبر وهي اللي بتساعدني في الوصول للجمهور المستعدة يعني بمعنى أو بمعنى إنه النتائج بشكل أدق اليوم يعني خلينا نقول هنا يعني في طريقة بالصياغ بشكل رئيسي يعني أنا الطريقة الأشهر اللي هي تقمص بمعنى أنا أروح أستخدم اللي هو شات جبتي وخليه تقمص شخصية معين بمعنى لما أجي أقول له بدي أكتب محتوى ككاتب محتوى ممكن أقول له تمام أو ككاتب محتوى هنا أنا بتساعدني بشكل أكبر في الكتابة وبتسهل علي الوصول للنتائج خلاص أنه أنا بأقول له تقمص كاتب المحتوى أو تقم وبعدين هذا بالنسبة لو أنا بدي أدخل في الشخصية حقيت لو بدي أدخل بدي أكتب لكاتالوج معين أو منتج معين عملك الصماز يعني مثلا أجي أقول له والله لمونتج X مثلا تمام لبراند X ولبراند Y تمام وبعدين أنا ممكن أحدد له الجمهور وممكن أحدد له التون بديها لغة friendly بديها لغة كذا فهنا لو أنا جربت الطريقة هاي في الكتابة بشكل أساسي في عنا هي ثلاث أشياء أمر مباشر يعني مثلا تخلي أكتب لي محتوى عن جامعة أوشن مثلا وهنا بيكون أمر مباشر أو لو أجي أقوله أكتب لي ككاتب محتوى تصبيق عن جامعة أوشن هنا بيكون أبطل أو أمر مع مثال يعني مثلا ممكن تستفيد من محتوى جامعة خلي نقول كل العالم وكتب لي محتوى بهاي الطريق فهنا بيكون التقمص والدور أو طريقة الكتابة شوي بنكون مختلف يعني خلينا يعني لو نروح نجرب نعمل تست هيك بسيط نروح نفتح شات جي بتي على سبيل المثال وخلينا هنا نفتح شات جي بتي أوكي نعمل محادثة الآن هنا الصفحة البيضة مثلا لو أنا أكتب له يعني مثلا أكتب محتوى على سبيل المثال تصويقي لدورة كتابة المحتوى الإعلان هذا يسموه أمر مباشر يعني أنا حددت المنتج وحددت بس بدون تخصير حال المحتوى لبوس لمنشور للسوشال ميديا لكذا شوفوا لما أعمل انتر على سبيل المثال بيبدأ يفتح من عنده أو يبدأ يقترح من عنده بس هو مش محدد أنه هذا أستخدمه لأي مجال يعني على سبيل المثال لو أجع أقول له حول على سبيل المثال حول المحتوى لصفحة هبوط أو تشوف بتغير المحتوى بشكل أساسي يعني بصير طريقة الكتابة بشكل يعني هذه الكتابة بتكون لصفحة هبوط بشكل رئيسي تمام يعني المشكلة المزايا وهكذا الآن أنا ممكن إيش أعمل يعني هنا لو أنا خصصت بعدين لو أنا قلت له اكتب المحتوى الخبير صنعت محتوى مثلا سعود شوفوا غير اللغة غير اللهجة يعني بدأت أخصصها باتجاه أنه يعني أنا ممكن أسعدمها باتجاه تخصيص أنه أنا بحددله فأنا بتلاحظه طريقة الثالثة إذا ما تحدد المنتج وتحدد 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 اللي هو التواجيه فممكن تكون نتائج أفضل من أنه أنت تخلي عام فأنا هاي كمان طريقة مهمة جدا جدا في كتابة المحتوى الإعلاني أو معنى كتابة استخدام شات جي بي تي تمام فهاي كانت اللي هي كيف ممكن أنا أستخدم الشات جي بدي أو بمعنى أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين المحتوى بس أنه كان في عندي ثلاث أشياء اللي هو الشيء الأول أنه أنا أمر مباشر أو أمر مع تقوم صدور أو أمر مع مثال تعالي نشوف لو استخدم شوية الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لو وقلنا والله أمحمد بدنا أروح أبني براند معين من إكراج زيرو مثلا هل في أدوات ممكن تساعدني باتجاه بناء البراند أو في اتجاه أنه خلينا نقول حدا أو معين ممكن تساعدني بشكل أكبر فهنا خلينا نشوف أنه هل في أدوات ممكن تساعدنا باختيار الأسماء في مثلا حاجة اسمها نيمي دوت إيهاي هادي ممكن أداء من الأدوات اللي أنا ممكن أستخدمها بتساعدني بشكل أكبر في بناء اللي هو كتاب محتوى خلينا نقول أو بمعنى اختيار اسم يعني خلينا عمل شوية تطبيقات عملية معاكم ونفرج قوة الذكاء الاصطناعي في استخدام الأدوات يعني هاي الأداء مثلا ممكن تساعدني في التجاهل وأنا بدي أعمل أكاديمية تدريبية على سبيل سام ممكن بتسميها فهو بيجي بيخترع علي أسماء من الذكاء الاصطناعي لأسم الشركة تبعتي نيمي دوت إي آي فهو ممكن يخترح لأسماء ممكن أنا أستخدمها وهاي الأسماء وحتى بتضيف لأنه أنا ممكن اشترك دمين مشتره شيء وجود بعض معين فالبراند المعين ممكن يفيد نيم في التجاه أنه أنا أبني اسم معين حتى لو أنا يعني بعض الأدوات اللي أنا ممكن يقول والله هجماعة بدي أعمل لوجو كمان في اسمه هذا ممكن يساعدني إذا أنا على سبيل المثال من الأداء الحالية اختفت اسم معين وبدي أعمله معين كمان الذكاء الاصطناعي مثلا يعمل على سبيل المثال اختار شورت مثلا لا مثلا يعني ممكن يديني على سبيل المثال كمان شكل معين لأ فهذا كمان يعني شوف هاي كمان يديني أفكار لموضوع اللي هو البراند اللي أنا ممكن أبني من الذكاء الاصطناعي يعني هذي كمان كله أدوات الذكاء الاصطناعي وأيضا لو أنا كنت بدي خلينا نقول دليل الألوان يعني يعني أيش الألوان اللي ممكن تضغط مع براندي لوكا هذي كمان أداة هو أنا البرزنتيشن هشغلكوا بس عشان كان يمكن استخدم مجموعة أدوات إن شاء الله هنكون عنكم البرزنتيشن في كل التقصيل عشان تكون يعني خلينا نقول تقدر تستفيدوا منه يعني مثلا هاي لما نقول ديجيتل خطم هذي مشير كدش ده فأنا ممكن كمان يديني ايش الألوان اللي أنا ممكن تكون يعني خلينا نقول شركة مثلا أعلانات ممكن يديني شكل على سبيل المثال هاي شكل وبديني ايش الألوان اللي بتتناسب معي ممكن نبني براند بيننا لو قلت أنا بدي أورنج مثلا فممكن يعمل لقايد لاين كمان للبراند يعني مثلا ممكن يعمل اللوغو على سبيل المثال وممكن يديني ألوان تتناسب مع اللوغو مثلا هاي ممكن اشتري مثلا قاعد فأرجيب ايش الأدوات اللي أنا ممكن تساعدني في اتجاه سكال الصلاة وإنا كمان في موضوع اللي هو بناء البراند تمام وحتى لو أنا بدي أروح بالتجاه بناء اللي هو البراند نفس بمعنى أنا بدي روح عمل عمل عملية بتعمل علامة تجارية والعلامة التجارية هاي بدي أعمل لها وعدات شخصية يعني مثلا بدي أقول للناس ايش الاسلوغو يعني بسلا الأشياء البسيطة اللي أنا ممكن أبدي فيها كراس 0 إذا رحت على سبيل المثال كنا عشاد جبت هي وبما أنه يعني اخترح على سبيل المثال اخترح لي آآ سلوغن أنا ممكن أجي أبني براند كامل بناء على يعني مثلا هاي أنا ممكن أقول له أخترح السلوغن بناء على الأشياء فهو تساعدني بشكل أساسي حتى أنا لو كنت بدي أروح والله أقول أبني لل يعني مثلا هنا أنه في عندي حاجة يسمى الوعود يعني هاي خلينا نقول خليه ساعدنا يعني بدي أقول له دليل العلامة تجارية أمكون من تمام لشركة تجارية هاي فأنا بيبدأ يقولي أنه والله مثلا أشياء وعدات ممكن يبني لي تصور كامل لا عندي يعني إيش الوعادات اللي إحنا ممكن نوعد فيها الناس إيش خصية تبعتنا إيش المنافع التشغلية والعاطفية وفيه شغلة مهمة جدا هنا ممكن أنا أستخدم بحاجة اسم البنشمارك يعني إيش البنشمارك أروح أقول له على سبيل مثال خلينا نفرجيك طريقة البنشمارك في التحليل يعني بنروح نقول له والله روح هنا يعني خلينا نقول مثلا في النموذج اللي اشتغل نيا هنفرجيك إيش أنا أعمل فيه يعني أنا ممكن أقول له آآ فقارنك اللي هو آآ دليل العلامة التجارية مع الشركات المنافسة في الإمارات على سبيل المثال يعني ممكن أنا إيش يعمل يعمل بنشمار يعمل ممكن يفترح الشركات المنافسة وبناء على هاي الشركات المنافسة ممكن يبدأ يدين تحليل يعني ببعنا يجي أقول لشركة عنده وعود كذا يعني مثلا شركة منافسة طلع هو وداني شركتين وقلل وعود تبعتها على سبيل المثال فيه ترافيك ديجتال في ريد تمام وراح قلل وهاي فيه شركة مثلا أمنية مثلا ونيكستا وداني كمان مقارنة معها في الشرطية فهذا كمان نروح بديني تحليلات الشكل أكبر فهنا أنا ممكن أستخدم هذا الطريقة وهذا النموذج اللي احنا بنحكي عنها البنشمارك في التحليل فبناء علي أنا ممكن أوظف مزكال الصناعي بشكل أكبر في توظيف وفي استخدام اللي هو تحليل العالم التجاري فأيك أنا يعني صار فيه عندي الجزية الأولى اللي أتكلمت عن الأوامر المطلبات اللي أنا ممكن أستخدم ها وحكينا يعني بسعشان الناس اللي ممكن إجت بتأخرة كان في أنا ثلاثة أوامر أساسية أنه أنا ممكن أصيغ بطريقة الأمر المباشر أو ممكن أصيغ بطريقة تقمص الدور أو ممكن أصيغ بطريقة المثال فإحنا حكنا لكم أنه كيف ممكن نكتب مثال أو كيف ممكن نصيغ بطريقة أنه أنا أقول بتساعدنا في التجاه أنه كيف ممكن إحنا نصل لأفضل النتائج المطلوبة بشكل أفضل وبشكل المطلوب تمام وهنا يعني هي العملية الرئيسية اللي إحنا حكينا فيها الجزيرة تاني قلنا والله إحنا كيف ممكن نستخدم ذكال الصناعي في عملية بناء العلامة التجارية وهنا رحنا بالتجاه أنه كيف ممكن أختار الاسم فإحنا رحنا شفنا الأداء نيمي هذه أداء بس أحط اختراح معين فهو بديني اختراحات مجموعة اسماء أنا ممكن استخدمها وأوظفها باتجاه كتاب المحتوى تمام وبعدين هنا نيمليكس اللي هي كمان ممكن يديني شعارات أو أشكال وهنا كما ممكن يديني مثلا القايدلاين تبع الألوان واللوغو والديزاينات اللي أنا ممكن أحتاجها باتجاه في التصليم المعين اللي أنا بداشتراح وآخر شي حكينا لكم كيف طريقة احنا ممكن نعمل أو بمعنى نبني دليل العالمة التجارية ممكن نستخدم بحاجة بثماء البنشمارك ليه البنشمارك أروح أحمل مقارونات لشركة باعتي مع الشركات تاني عشان أطلع النتيجة والشكل الأوضر خلينا نكمل أنه كيف ممكن نستخدم اللي هو أدوات الزكاعة الاصطناعي بشكل أساسي في كتاب المحتوى أول شي خلينا نشوف هذا جماعة اللي هي بعض الجمل اللي احنا ممكن نستخدمها بتساعدنا باتجاه كيف أنا ممكن أبني استخدام محتوى كيف أبني أفكار محتوى وكيف أنا أبني كتاب محتوى يعني بالعادة أي شخص فيكو بشكل أساسي لما بيجي يكتب محتوى خلينا نقول فهو بروح يعني يعني خلينا نقول بكتب محتوى بشكل مباشر اكتب لي تغريدات اكتب لي كزالة بسهول الأفضل أو أبني محادثة المحادثة يعني خلينا نقول خلينا أفرسيكم مثال نبني محادثة على بنبني محادثة جديدة جماعة يعني بتكون فاضية مبدئيا وبعدين بعدين أنا باجي أقول له اخترح لي مثلا يعني خلينا نقول لدي مثلا أكتب خلينا نترجيب كيف ممكن نبدأ أكتب تصور الاستراتيجية محتوى لمدشر لبيع مثلا الملافث الشبابية والأحد على سبيل المثال اخترح خطوط العريضة التي يجب تركيز عليها بالتراتيجية المحتوى المحتوى شب أكتب لي ممكن إيش أعمل أخلي أقمس يعني هذه الجملة عامة بس أممكن أخصصها أكتب ممكن كمختص أو كخبير كتابة محتوى وهنا أحدد يعني مثلا في الإمارات في دبي أنا بدأت مخدثة عامة تمام وليسا ما استفدت منها بشكل أساس يعني ممكن يدينا خطوط عريضة حدد جمهور حدد كذا أهدام في مشاعرك مين حدد الوعي حدد المشاعر يعني خطوط عامة تمام أليس بعدين أنا ممكن بعد ما حط خطوط عامة باجي أقول أكتب لي عشر أفكار يعني مثلا أكتب لي بقول أكتب عشر منشورات بناء المحادث الصابغ في عقوق يصير يبني المنشورات نفسها بناء على المحادث الصابغ ربطها بأفكار يعني مثلا عرض وخصونات في كذا بناء على العروض أو الأشي الصعبة فأدي كمان ممكن تساعدني في كذا أنا ممكن أجهز جدول واحد طو للأسبوع النشط أنا ممكن أجهز جدول كامل على موضوع هو أنه للمنشورات بشكل أساس أنا ممكن أنشرها على بشكل جدول أو بمعنى أنه تمام فأنا يعني فيه أكتر من نموذج فأنا أستخدم نموذج جديد داخلي من هو بنفع لكل شي فهذه كمان أنا ممكن أوصفها يعني هي عمليها بجدول ورتب ليها بشكل مرطب ومنصق فأنا ممكن كمان فاعدني بس أنا مجرد باستخدام الأوامر يعني غيرت بس طريقة الأوامر بشكل رئيسي عشان يطلع بشكل محتوى بشكل أفضل وفي عنا أدوات أنا ممكن استخدمها على سبيل مثال في كتابة المحتوى في عنا أداء اسم كوب AI وهذه الأداء ممكن حتى تساعدنا في sharing على social media وفي هنا مجموعة أدوات يعني ممكن تصوروا الشاشة هذه مجموعة أدوات التي ممكن تساعدنا في إنتاج محتوى فيديو يعني بمعنى إن فيديو هذا ممكن تعمللي تسخدم للذكاة الصناعة ترحلي فيديو كامل وفي عندي اللي هو بودكاست أدوبي هذا ممكن تعمللي إذا كان أنا نشرت فيديو معين على سبيل المثال أو صوت معين والصوت هذا في مشاكل فممكن تعمللي تنقيح للصوت تمام وممكن تزبط لي بشكل أكبر وفي عندي بعض الأدوات اللي ممكن تعمللي تعليق صوتي وفي الأداء ممكن تكتبلي النص على الفيديو فهذه كمان أنا ممكن استخدمها وطبعا من العدوات المشهورة عنا كامفا وأنا ممكن استخدمها بشكل أكبر تمام وخلي نقول أنا ممكن استخدمها في موضوع اللي هو الدزاينات خصوصا أنه كامفا فيها نماذج وفي بعض الأشياء اللي ممكن تساعدني في استخدام الزكاء الاصطناعي وفي عندي كمان هذا لموضوع للدزاين كمان ممكن أصمم عليه بشكل أكبر تصميم حلوة ولذيذة وجذابة وهذه كلها أشياء ممكن تساعدني في استخدام سكاة الاصطناعي فيه عندي مجموعة أدوات وحتى في عندي أداء لا ممكن أصمم عليها كمان بزا أنا بدي أعمل خلينا نقول مثلا لمادة معين أو موضوع أدوات كثيرة بشكل أساسي مثلا قاعد بحاول أنه يعني لو بدأ كثير نطبق شو يعتقد معلومة أكبر مثلا بحاول أعطيكو الأشياء اللي ممكن تساعدكو بشكل أكبر وهذا ممكن إحنا نبني كمان موقع الالكتروني كمان باستخدام AI في عندنا أداء Drawable هذه أداء كمان بتساعدنا نحكي لكم بعض الأدوات اللي ممكن تستخدموها في إدارة Social Media أو بمعنى أنه أنا ممكن توظف اللي هو هنقول الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في اتجاه أنه أنا ممكن أستخدمه في توظيفه يعني مثلا هاي الأداء ممكن تعمل جدولة وفي أداء اسمها هاي الأداء بلي هذه أداء ممكن تستخدموها في الحملات الإعلانية الممولة ممكن تساعد حتى في تديكم يعني مع نتوقع تصاميم مناسبة أو أشكال مناسبة للحملات الممولة وخلينا نحكي هاي كمان بهذه بالنسبة للحملات وفي عنا كمان أدوات بعض الأدوات اللي ممكن تستخدموها بحاجة أسم أداء CO.AI ممكن تساعدكم في موضوع تحسين بعض الكلمات المفتاحية اللي ممكن نحن نوظفها باتجاه استخدام أنه استخدموا باتجاه أنه والله تحسين اللي الندائج بشكل أكبر ويصير في عندي الكلمات المفتاحية اللي أنا نستخدمها في الموقع متوافقة مع الذكاء للصناعي الأداء اسمها CO.AI وفي عنا أدوات خلينا نقول ممكن نستخدمها في ميل منتور هذا أداء بيستخدموها تماما لموضوع أنه ممكن تكتب محتوى يتناسب مع واليوم لو استخدمتوا GetResponse ممكن نساعدكم في كتاب المحتوى هذا متوافق مع الأدوات اليوم صارت تساعدنا وخلينا نقول توظف الاستخدامات الأكبر في الأ.AI فهنا يعني خلينا نقول هذه كانت هي الأشياء اللي كنا نركز عليها اليوم بفكرة النوم كيف ممكن نستخدم أو بمعنى نستخدم ذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الوظيفة أو بمعنى التحسين النتائج بشكل أكبر على الوز أو التسويق وهنا كان التركيز أكبر أنه كيف أنا ممكن يعني بمعنى أول شيء أستخدم بتحسين المحتوى وأيضا أستخدم في تحسين التصاميم وأيضا أستخدم في تحسين محركات البحث والنشرات البردية والحملات الإعلانية وإدارة مواقع تواصل والاجتماع كانت في مجموعة الأدوات اللي بتساعدكم بشكل أكبر في كيف ممكن أنتوا تستفيدوا من وجودكم أو تستفيدوا من اللي هو أدوات الذكاء للصناعي وتوظيفها بشكل أكبر ومهم فهيك أنا يعني حكينا الأول جزيرة رئيسية اللي كنت أنا حاب أحكي فيها اليوم وحاب أفتح باب النقاش إذا في عنكم أي أسئلة أو أي السفسارات يعني خلينا نقول حتى أنا معاك جاهز لأستقبال أي سؤال أو أي السفسار تفضل شكرا زيلا لك الأستاذ محمد هشام شكرا لك على هذه الندوة الرائعة تفضل لي دكتور رشيريني طبعا بنشكر أستاذ محمد طبعا الندوة سريعة ويمكن الجانب العملي كمان كان سري جدا ومهم فيه أتمنى الطلاب يبدأوا يطبقوا ويستخدموا الأدوات دي عشان التجريب بشكل عملي هو اللي يثبت في الزاكرة لو أي حد من حالكم عنده أي استفسارات بخصوص المحتوى تقدروا أن تكتبوا لنا في الشات ونرد عليكم شكرا جزيلا مرة دي حاولنا حاولنا نكون شيء ثريع بعرف الموضوع شوية بده وقت أكثر قصصا نتكلم عن أدوات وتقنيات طبعا طبعا السلايد أبشر المادة هذه موجودة طبعا هذه من بديها لدكتورة تبعات لكم يا طبعا وإذا أنتم حابين إشي يعني إشي متقدم كمان ممكن نرطب مع الجامعة على إشي متقدم كمان أنا موجود في شئ ده مشكلة شرفنا أكيد وإن شاء الله ننتظر من حكم مشاركة البوربوين هما بيسألوا لو في وسائل للتواصل مع حضرتك لو متاح حدك تكتبها في الشات أو تبلغهم بيا الآن ألا أستاذ أيضا هل المواقع حق التصميم للفيديوهات مجانية في جزء منها مجان وفي جزء منها مدفوع بس أنا اللي حكيت عنه أغلب ومجان عشان ما ضياق حكيت المجان رح نرسلكم المادة العلمية بإذن الله تعالى مع شهادة حضور الندوة في حال ما سجلتم من خلال رابط التسجيل الخاص في الندوة أرسلت لكم في إذن شكرا جزيلا لكم مرة أخرى أستاذ محمد شكرا جزيلا لك دكتور شيرين كدواني عميد كلية الإعلام والتسويق الرقمي شكرا أيضا دكتور شيرين فاروق وكيل كلية الإعلام والتسويق مرفق لكم كافة التواصل الخاصة بالأستاذ محمد إشام ممكن تاخذونها سكرينشوت أو كابتشور شكرا جزيلا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في أمان الله أستاذ أستاذ أتبو شكرا جزيلا لكم على حسن استماعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته